قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغا وجلت منها الغلوب فالنبي عليه الصلاة والسلام أدفيه فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه وينهاهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما فضل هذه الأمة قال ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ما هو سبب هذا التفضيل؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وربنا سبحانه وتعالى زم أغوام بل ولعنهم قال الله تبارك وتعالى لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ على لسان داودا وعيث بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فربنا سبحانه وتعالى لعنهم لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهو عن المنكر وأفضل المعروف هو توحيد الله تبارك وتعالى دا أفضل معروف لابد أن نأمر الناس به نأمرهم أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وهذه هي دعوة الرسل دي دعوة الرسل ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فما من رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلا وأنذر أمته من الشرك وأمرهم بما هو ضده ألا هو التوحيد أي أمرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى لذلك على الناس أي أمر الناس بتوحيد الله وما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ التوحيد هو أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا تعبد الله تفرده بالعبادة لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ربنا سبحانه وتعالى قَضَى هذا الأمر ألا نعبد إلا الله تبارك وتعالى لأنه هو المستحق للعبادة أهل لأن يعبد وأهل لأن يشكر وأهل لأن يحمد جل جلاله وحده في علاه ربنا سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة ربنا سبحانه وتعالى وحده لذلك على الناس أن يوحدوا الله تبارك وتعالى يوحد الله يعني ما تدعو غير الله توحد الله يعني ما تنادي غير الله توحد الله يعني ما تمشي للقبة وتمشي تنادي الفكي المدفون داخل القبة توحد الله يعني تعتقد أن النفع والضر بيد الله النفع والضر يا أخوانا ما في الحجبات والتمائم التي تعلق إنما النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى هو النافع وهو الضار قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ودي برضو فيها فائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فكان عليه الصلاة والسلام يقول الكلام القليل ولكن معناه كثير موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا لأنه يا أخوانا الزون المودع لما نجي يتكلم ما بيتكلم كلام فارغ ساكد وكلام ما عنده فائدة وما عنده معنى بيقول كلام بسيط لكن المعنى بتاعه كبير وأديكم مثال لغمان الحكيم لما جدر يوصي ولده وصاوبة وصية غالية جدا قال لغمان وإذ قال لغمان لابنه وهو يعظه يا بنيا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شوف الوصية دي غالية كيف وصية سمينة قال له يا بنيا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بعد ما وصاه بهذه الوصية الغالية جاء له يا بنيا أقيم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور بعد ما وصاه إنه يوحد الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الإشراك يا بنيا أقيم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر أزول بنهى عن المنكر يا أخوانا بيلقى مصايب وبيلقى ضرب عشان كذا قال له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور موعظة بليغة وجلت منها الغلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتغوى الله عز وجل أوصيكم بتغوى الله عز وجل نتغي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا نتغي الله تبارك وتعالى في أموالنا نتغي الله سبحانه وتعالى في أعراضنا وفي كل شيء وما هي التغوى التغوى كما عرفها العلماء قالوا هي العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل ألا وهو يوم القيامة تستعد تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعقيدة سليمة خالية من الإشراك خالية من دعاء غير الله خالية من منادات الشيوخ والأنداد الذين يعبدون في هذا السودان وغيره من الدول يا أخواننا الليلة كثير من الناس بدعوا غير الله كثير من الناس يدعوا غير الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحقاف الآية الخامسة ربنا قال وَمَنْ أَضَلُّوا مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ده أضل إنسان الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى والذي يعتقد في أنه غير الله سبحانه وتعالى ممكن ينفع أو ممكن يضر ده أضل إنسان وده أضل من البهيمة شكرا ربنا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل ده أضل من الأنعام والبهيم لذلك على الناس أن يوحدوا الله قال عليكم بتغوى الله أوصيكم بتغوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ربنا سبحانه وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وده فيه ورد على الجماعة اسمه السرورية دي ولا اسمه شنو السرورية هاي ده يقول لك تخرج على الحكام في المنابر وفي الميادين وفي الطرغات وغيرها يقول لك تنادي يقول لك يناد بشنو بالمظاهرات والخروج على الحكام والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته قال عليه الصلاة والسلام من كانت لديه نصيحة لذي سلطان فلا يبديها له علانيا عندك نصيحة للحاكم ما توجه له في العلن من كانت لديه نصيحة لذي سلطان فلا يبديها له علانيا قال فليمسك بيده قال فإن لم يستطع فقد أدى الذي عليه تمشي توريه هناك في القصر الجموري مش تيين هنا أخرج أخرج خروج خروج أمشي لأجوة القصر أقول له يا أخي كذا 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 ما قدرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أدى الذي عليه يعني ما عليك يا حاية تاني خلاص وإن تأمر عليكم عبد حبشي والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال في عدم الخروج على الحكام قال اسمع وأطع للأمير وإن أغذ مالك وجلد ظهرك فاسمع وأطع تسمع وتطع للأمير ده من هي السلف يا أخواننا ده من هي السلف الصالح الصحابة والتابعين وغيرهم نخالف منهج السلف ونجنب أريدنا جماعة بجاي على الناس أن يتبعوا الكتاب والسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة رسوله كتاب الله وسنة ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يعني الكتاب والسنة مع بعض ليوم الغيامة أنه إحنا ممكن نفترق ونختلف لكن الكتاب والسنة ما بيختلفوا على الناس أن يحكموا الكتاب والسنة في أنفسهم وفي دينهم نرجع للكتاب والسنة نشوف الكتاب والسنة هل أمروا بالخروج على الحكام؟ هل أمروا الناس أن يخرجوا في طرغات على الحكام؟ ويخربوا ويحرقوا؟ لا والله إنما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ربنا سبحانه وتعالى قال لك وأولي الأمر منكم تطيعوا وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلاف كثير جدا وده فيه علامة لصدق النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الأمر قبل ألاف السنين وده فيه مصداقية للنبيين عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى سلاس وسبعين فرقا كلها في النار إلا واحدة قالوا وما هي يا رسول الله قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الأمة بتفترق يا أخوانا وافترقت اليهود وافترقت النصارى وأمة النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق وهذا هو الحاصل اليوم طرق كثيرة جدا تجانية قادرية برهانية سمانية تجانية طرق ما أنزل الله بها من سلطان ويقول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لست منهم في شيء طيب الحلال شنو يا أخوانا الأمة مفترقت الحلال شنو ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم أدلاك الحل قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور إياكم ومحدثات الأمور ما هي المحدثات هي البدع التي انتشرت بدع ومن أكبر البدع التي انتشرت الإشراك بالله الإشراك بالله تبارك وتعالى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ودفيه رد على الذين يقولون أن هناك بدعة حسنة ليس هناك بدعة حسنة بنص هذا الحديث كل من ألفاظ العموم والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأعلم الخلق بدين ربه تبارك وتعالى قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقول قولي هذا وجزاكم الله خير وأقدم متحدث من بعد